أمن الخليج مهمة دول المنطقة تلك عقيدة البحرية الإيرانية تجسيداً لسياسة تهران المعلنة بهذا التفصيل في غير مناسبة وهو ما يعني نبذاً صريحاً للتدخلات الأجنبية في المنطقة وفي هذا الاتجاه تعزز إيران بحرية حرس الثورة بالأسلحة إذ تكشف الأخيرة عن تزودها بمنظومات ومعدات استراتيجية جديدة بحضور قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي ومن بين المعدات الجديدة التي كشف النقاب عنها مسيرات بعيدة المدى مجهزة بمنظومات الحرب الإلكترونية وسواريخ باليستية يصل مداها إلى ألف كيلومتر جرى تزويد بحرية حرس الثورة بالطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهامها متجاوزة الحروب الإلكترونية والإقلاع والهبوط من دون توجيه أهم مجر تجهيزنا به اليوم هو الصواريخ التي رفع مستوى مداياتها وعززت دقتها إلى حد كبير ويقول قائد بحرية حرس الثورة إن صواريخ كروز بإمكانها مهاجمة عدة أهداف في وقت واحد بل إنه يمكن أيضا تغيير الأوامر لها بعد الإطلاق وقبل يومين كشفت بحرية الحرس النقاب عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر وذلك في أثناء مناورات في مياه الخليج وتبدو تلك في التوقيت رسائل واضحة إلى واشنطن فقبل يومين كشف مسؤولون أمريكيون عن نية بلادهم عرض تعيين بحارة ومشاة بحرية مسلحين على السفن التجارية لحراستها في المنطقة متذرعة باحتجاز إيران سفنا تؤكد ارتكابها مخالفات تتعلق بالشحن كذلك أعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها سترسل مزيدا من الطائرات المقاتلة من طراز F35 وF16 إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط لمراقبة الممرات المائية